تعقد اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين مالي وموريتانيا جلسة جديدة في مالي وتبحث اللجنة بشكل خاص الأمور المتعلقة بالإدارة والأمن في المناطق الحدودية وتنقل المواطنين والممتلكات بين الدولتين وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين صدمات بين السكان بسبب الخلافات حول مصادر المياه ومناطق الرعي خاصة في ولايات شرقي موريتانيا كما تعد هذه الحدود ممرا لبعض العناصر الإرهابية من تنظيمات مختلفة تنشط في مالي وللمزيد من المتابع انضم إلينا من واكشوت مدير المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية دكتور ديدي والسالك دكتور مرحبا بك معنا إذن هذه سلسلة من الحوارات والتفاوض ما بين الطرفين والإيدام سنوات طويلة الآن ونحن في هذا الوقت وفي هذا الاجتماع الأخير أين وصلت هذه المفاوضات من أجل ترسيم الحدود الطويلة التي تصل لحوالي 2000 كم بين موريتانيا وماليا شكرا جزيلا على الاستضافة فعلا الحدود الموريتانية المالية حدود شائكة لأنها تبتد على 2237 كم أراضي أغلبيتها صحراوية قاحلة وهناك تداخل اجتماعي نفس القبائل نفس المجموعات العرقية بالإضافة إلى الصراع الطوارق في شمال مالي وظلت الحدود دائما في هذا التداخل لم تستطع دولتان تحديدها أول محاولة كانت 73 في عهد رئيس المختار ودادها رحمه الله ورئيس موديبو كيتا لكن مطالب الرئيس موديبو كيتا في ذلك الوقت كانت كثيرة في الأراضي الموريتانية ورفض المختار ودادها تم تجميد هذا التحديد لبقي الرعي بين البلدين التداخل الاجتماعي الحركة كبيرة لكن في السنوات الأخيرة جاءت متغيرات كبيرة وهي حركة الهجرة غير الشرعية حركة الإرهاب والجريمة المنظمة عموما واصبحت لا بد للدولة الثانية أن تحدد الحدود لتضع منافذ محددة لأن الدولة الموريتانية منذ سنوات حددت أن تفتح 39 ممر رسمي مع السينيقال ومالي والجزائر وبالتالي في هذا الإطار لمحاربة الإرهاب والهجرة المنظمة طيب الآن ما بين الطرفين ما هي أبرز التحديات أو المعيقات أو أبرز الخلافات القائمة بين موريتانيا ومالي في هذه المفاوضات التحديات كبيرة لأن كل من البلدين له مراعي ومياه ليستغلها في الحيوانات في طار الرعي هناك تداخل نفس القبائل على الحدود وهناك طول هذه الحدود وهناك المشاكل الأمنية ثم أن هناك مطالب مالية في بعض الأراضي الموريتانية رغم أن الموريتاني مفروض أن تطلب بعض الأراضي المالية لوجود قبائل نفس المتدادة القبائل العربية والطوارقية في الأراضي المالية في شمال المالي لكن الآن هناك توجه إرادة سياسية من البلدين وعي ضغط من الاتحاد الأوروبي على أن لا بد من يتم ترسيم هذه الحدود لتكون عليها نقاط حدود رسمية تسيرها جهات رسمية إدارية وعسكرية وهناك تم تشكيل نوعين من اللجان إدارية فيها الولاة وعسكريين يجتمعوا بشكل دوري لتسوية المشاكل التي تستجد من كل يوم على الأربع ولايات سيلي بابي والعصابة والحوض الشرقي والحوض الغربي وهناك لجنة فنية رسمية بين البلدين لترسيمها الحدود ولا أعتقد أن هناك ستكون مشاكل في ترسيمها في الوقت الحالي لحاجة البلدين لترسيمها لأبعاد أمنية طيب عن هذه الحاجة هل يعني هذا تنازل من جانب موريتانيا عن بعض المناطق أو الأراضي الحدودية دكتور دي دي لأن البعض يقول بأن أي تنازل عن هذا الموضوع هو ينص أو يخرق الدستور الموريتاني بشكل مباشر صحيح السلطات الموريتانية وفقا للدستور الحالي لا يمكن أن تتنازل عن أي شبر من الأراضي الموريتانية لكن اعتقادي أن التنازلات ستكون متبادلة سيتنازل الطرف المالي والموريتاني من أجل إيجاد حدود متفق عليها تخدم مصالح البلدين وتحافظ على العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتداخلة التي هي قائمة على نسيج تاريخي قديم لا يمكن فكاكه لا يمكن اليوم تحديد عز المراعي المالية عن المراعي الموريتانية المياه الموريتانية عن المياه المالية سيكون هناك توافق أكيد سياسي بين البلدين على ترسيم هذه الحدود برعاية ودعم فرنسي وأوروبي ودولي لأنها حاجة دولية لأن مكافحة الإرهاب والهجرة المنظمة حاجة دولية الآن وليست حاجة إقليمية أو وطنية فقط ولكن هل يمكن أن تنجح أو فرص أي تسوية أو اتفاقات إذا لم يتم إشراك السكان الأرض في هذه المناطق في هذه المفاوضات والحوارات يعني كان هناك نوع من الصراعات على الحدود في أكثر من منطقة لسيما شرقي البلاد وكان هناك مجموعة من الاتفاقات سابقا كلها لم يتم الاستمرار فيها وتجدد الصراع لاحقا صحيح وهناك صراع دائم بين القبائل بين القبائل مع بعضها البعض وبين القبائل في داخلها ومجموعات الطوارق التي تعتدي على بعض المجموعات العسكرية المالية وتدخل في الأراضي الموريتانية وتطاردها القوات المالية هذا الشيء متكرر لكن هذا لا يمنع حرص البلدين في الوقت الحالي لأنها مسألة الآن مسألة أمنية وطنية وإقليمية ودولية لأن أنت تعرفين أن منطقة الساحل والصحراء صارت هي القاعدة الخلفية للجريمة المنظمة في العالم وبالتالي لا بد لكل هذه الدول أن تؤمن حدودها كل دولة على حدة مسؤولة عن تأمين حدودها أمام حجم الجريمة وأمام حجم الإرهاب المتدفق في المنطقة وتجارة السلاح والتجارة غير المشروعة عموما وبالتالي هذه العوامل ستضغط وتدفع البلدين على أن يحددها ويرسمها حدودهم بشكل قانوني وفقا لخرائط محددة ستساعدهم طبعا التكنولوجيا برأيك دكتور يعني الوصول إلى ترسيم حدود التفاهمات واضحة وتنازلات من الطرفين من شأنه أن يشكل حل حقيقي أمام تحديات الإرهاب والهجرة والجريمة غير المنظمة وغيرها من تحديات المطروحة والتي ربما شكلت منطلق أساسي للوصول لهذه النقطة هو لن يقضي على الإرهاب ولن يقضي على الهجرة المنظمة لكن يساعد في التخفيه من آثارهم لأن مشكلة الإرهاب ومشكلة الجريمة المنظمة لا بد لها من السياسات الاجتماعية واقتصادية وثقافية بعيدة المدى لقضاء على أسباب هذه الظواهر المنتشرة في المنطقة والقضاء على الحاضنة الاجتماعية للإرهاب وأسباب الفقر والتخلف التي يعاني منها الساكنة التي تجعلها تضطر إلى الهجرة والحركة الدائمة وبالتالي الترسيم فقط هو من أجل أن تكون كل دولة مسؤولة عن حدودها لتقوم بما عليه نعم شكرا جزيلا للدكتور للأسف انتهى وقتي من واكشوت مدير المركز المغاربي للدراسات لستراتيجية دكتور دي دي